ببساطة ما زلنا نرى علامات مقلقة للغاية على التصعيد الروسي ضد أوكرانيا بما في ذلك وصول القوات الجديدة إلى الحدود الأوكرانية وكما قلنا من قبل نحن ننظر من نافذة يمكن أن يبدأ فيها الغزو الروسي لأوكرانيا في أي وقت ولكي نكون واضحين يشمل ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية نحن مستمرون في سحب الدبلوماسيين من سفارتنا في كييف سنواصل هذه العملية وكنا واضحين للغاية إن أي مواطن أمريكي يبقى في أوكرانيا يجب أن يغادر الآن هناك خطر كبير جدا ووشيك لحدوث غزو روسي كامل لأوكرانيا هذا بالإضافة إلى وجود أنواع أخرى من الإجراءات العدوانية الخطرة التي تهدد أمن واستقرار أوكرانيا من قبل روسيا بما في ذلك محاولات الإطاحة بالحكومة في كييف والهجمات الإلكترونية المختلطة والعديد من أنواع العدوان الروسية الأخرى إن الجمع بين الحشود العسكرية والخطاب التهديدي وسجل حافل باستخدام القوى ضد الجيران يمثل بالطبع خطرا لقلق شديد واليقظ والاستعداد أيضا للرد إذا استخدمت روسيا القوى مرة أخرى ضد أوكرانيا